معنا على الهاتف دكتور علي مسعود رئيس قسم السياسة والاقتصاد بجماعة بني سويف صباح الخير يا دكتور صباح النور يا بني دكتور يعني اهتمام رئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ تولي رئاسة مصر وهو مهتم بفكرة النظم التكنولوجية والمعلومات وبناء بنية رقمية والحوكمة يعني حاجات كتير قوي في هذا المجال رؤية حضرتك لما تم إنجازه في الفترة السابقة ودلالة هذا الاجتماع بقى بنكمل ايه احنا خلينا نوضح نقطة مهمة جدا للأستاذة المشاهدين قالوا أن مصر حاليا انتقلت من كونها دولة نعمية إلى دولة صعيدة وكان الأساس للانتقال مصر من دولة نعمية إلى دولة صعيدة مشروعات البنية التحتية والبنية الأساسية اللي عملتها الدولة المصرية ولكن خلال أن مصر تبقى دولة صعيدة دي محتاجة بنية تحتية وبنية أساسية من نوع تاني ألا وهي نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات والتحول الرقمي هذا بقى في غاية الأهمية كبنية تحتية وأساس ستنتقل دي مصر من كونها دولة صعيدة حاليا إلى دولة متقدمة خلال من 10 إلى 15 سنة قادمين إن شاء الله وبالتالي التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاستمام بنظم وتكنولوجيا المعلومات وبقى شي رفاهية لدى الدولة المصرية ولكن بقى أحد أماد وأحد المتطلبات الأساسية للتأسيس لدولة ذات اقتصاد متنوع دولة اقتصاد قادر على المنافسة دولة الحكومة بتاعتها قادرة تقدم الخدمات للمستثمرين والمواطنيها بكل يسر وسلسل طيب دكتور إذا سمحت لنا حركة تحدثت عن أمر مهم جدا يتعلق بعملية التنمية الشابنة مصر بتتحدث عن فكرة الرقمنا وأن يكون فيه يعني التكنولوجيا مستخدمة بشكل مكثف وكبير جدا في مختلف المجالات ده بالطبع إضافة إلى أنه بيواكب التطور الحادث على مستوى العالم ولكن أيضا بيساهم في عملية التنمية بشكل كبير لقاء سيد الرئيس مع مسؤولي أورنج قبل كده كان فيه لقاءات عدة مع مسؤولي سيمينز يعني أكثر من لقاء مع الشركات الأملاقة اللي لها دور في مجال التطور أو التقدم التكنولوجي لأي مدى ده بينعكس على خطة الدولة في إطار عملية الرقمنا ده ده في غاية الإحماية لأنه زي ما قلت لحباتكم أنه الموضوع بقى متعلق بقدرة الدولة على تنفيذ رؤيسها للتنمية المستدامة وأن ده عصف وأحد المتطلبات الضرورية لها وبالتالي بدأت مصر تستقي الخدرات اللي موجودة في كل دول العالم باختيمش كمان الخدرات اللي اتفاد منها ولكن لنقلها إلى السوق المحلية وإلى توظيمها دخل مصر عشان كده شفنا المبادرات الرئيسية خلال البقرة التادس تشفية الشباب وتشفية الشركات المصرية للعمل في هذا المجال الحيوي ومصر وعدة جدا في هذا المجال نظر بوجود موارد تشارية خادرة على ست الفجوة اللي نمتين النظم المتقدمة في هذا المجال وبالتالي هنقدر نقول هو الدنيا الأساسية للحق هي نأتي مصر دولة مستقدمة دكتور علي وأكيد وجود مركز قيادة لإستراتيجي للدولة في العاصمة الإدارية الجديدة وما يملكه الحقيقة هذا المركز من تقنية حديثة لمعرفة والسيطرة وإحكام فكرة أننا عندنا كم من البيانات للتخاذ القرار واحتواء آية أزمات وده كمان الحقيقة مصاحب لفكرة أننا بنحدث طبقا لأحدث النظم العالمية التكنولوجية ربط هذا بهذا الاجتماع أيضا في غاية الأهمية لأنه باختصار شديد المعلومة في عصر اللي احنا فيه اللي بتؤدي إلى قرار سليم قرار يتبسم بسرعة وبالتالي يقدر نتعامل الحكومة بتتعامل معاوض التجيب لأي تحدي على الأرض وفاقي حاجة الحاجة الثانية تفصر توجود المعلومات ومعالجتها بصرق صحيحة واستخدامها لأستخدام الأمكان بيوضح للمستثمرين مدى وجود فرص استثمارية داخل الدولة وبالتالي استغلالها بيتيش للحكومة والدولة المصرية الفرصة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الموجودة لديها وبالتالي هنقدر نقول أن الدولة المصرية حاليا بتكثر مش بإطار مبادرات ولكن بإطار رؤية استراتيجية واضحة عصبها المعلومات ونظم معالجة سلك المعلومات وكيفية الاستخدام منها في اتخاذ القرارات على كافة دكتور علي سيدة ريس كان فيه اجتماع آخر أيضا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأيضا وزير المالية وبعض القيادات المسؤولة داخل الدولة كان فيه حديث بشكل مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات المتعلقة بالطرق الكباري والمحاور الرئيسية أيضا الشبكة القومية للطرق بوجه عام الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة تطوير منطقة ميدان رمسيس يعني فيه اهتمام بكل صغيرة وكبيرة وكل تفصيلة تتعلق بتدليل أي عقبات من أجل إنجاز هذه المشروعات يعني لأي مدى حالك بترى أن اهتمام القيادة السياسية بشكل مباشر والحرص على الالتقاء أيضا مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات له أثر قوي ينعكس إيجابيا على سرعة الإنجاز ودقته خلينا نقول أن مصر حاليا مؤسسات الدولة كلها تشتغل في إطار واحد ولكن ما قامت في الأعياء المنداسية القوات المسلحة خلال الفترة اللي تاتت ده التاريخ هيقف عنده كيرجل كان يكفي أن احنا لو تتلمنا على مشروعها هي مشروع الطرف تتلم على سبع تلاف كيلو متر تم بنائها لربط كافة القاليم المصرية معا وتعظيم القيم المضافة المواردين فيها لو لا أنه الهيئة الهندسية هي كانت رأس الحربة في تنفيذ المشروع كان صعب جدا يتنسل وده ترتب عليه نقل ترتيب مصر في زودة الطرق من في سنة 2014 من 118 على مستوى العالم إلى 28 في نهاية العام السابق وده معناه باختصار شديد ملف نجحنا نديره بصورة كبيرة جدا وأن البنية الأساسية هي والمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية هي نقل استعاليا مصر من كونها دولة نامية إلى دولة صحية وبالتالي يما احنا بنتكلم وفي سياسة الرئيس بيدي توابهاته للهندسة للهيئة الهندسية للقوات المتلحة للاستمرار المبهود الذي يكونوا به هذا في غاية الأهمية لأن أسس السنمية لم تكتمل بعد في مصر ومحتاجين مجبوض وفكر كل المؤسسات للتولة المصرية خلال الفترة شكرا على الدكتور علي مسعود ونريس قسم السياسة والاقتصاد بجامعة بنسويف كنت معنا عبر الهاتف شكرا على المشاهدة